مرحبا اليوم راح نخطط لشهر ديسمبر بما انه هذا اخر شهر بالسنة حبيت اعمل الثيم سهل وبسيط عشان كلكم تقدروا تطبقوا راح اترك لكم اسماء كل الادوات اللي بس تعملها في صندوق الوصف وهلأ خلينا نبدأ بالتخطيط ثيم هذا الشهر راح يكون عن الحياكة والصوف حبيت اعمل ثيم شتوي بس ما حبيت ارسم اشياء من الطبيعة لانه الشهر الماضي كان الثيم مستوحى من الطبيعة فهذا الشهر حبيت اني اغير في الكوفر بيج رسمت شخصية القناة وعملتها لابسة بلوزة صوف وعملت شعرها من كرات الصوف تقدروا تغيروا الشخصية وتحطوا شخصياتكم او اي شخصية انتو حبينها وعملتها لابسة بلوزة صوف وعم تعمل حياكة لهاي الاجرابة الكبيرة تاعت الكريسماس كتير ناس طلبوا ثيم كريسماس فبتقدروا تتحولوا هذا الثيم لثيم بخص الكريسماس اذا غيرتوا الالوان لاحمر واخضر وابيض انا حبيت الهون هذا الشهر بالوان الباستل وكتير حبيت مزيج الالوان من الازرق والبنفسجي والزهري تحت الرسمة تاعتنا كتبت ديسمبر وعملت كل حرف بلون اخترت هذا الخط اللي بتكون فيه الحروف كلها small letters وكمان مش مش البكين مع بعض وحتى اوضح الحروف اكتر عملت حواليها اطار بألم التحبير وبالاخر عملت اطار للصفحة بشكل خيط رفيع وكمان ضفت واشي تيب بألوان الباستل حبيت كتير هاي الصفحة ويمكن هاي من احلى الصفحات اللي بعملها هاي السنة على الصفحة اللي ابهالها رح ارسم مجموعة من الرسومات اللي لها دخل بالحياكة فرسمت زي هدولة اسياخ الحياكة وعملت كمان ازراج وكرات من الصوف باشكال مختلفة ومقصات ودبابيس اختفاص هذا الشهر كان من اقتراحاتكم على الانستجرام وهو سويتر ويذر من اسهل الاختباسات وطلعت بعرفش اكتبه الصفحة اللي بعدها هي صفحة الرزنامة ورح ارسم الرزنامة هلأ بسرعية طبيعية فوق الرزنامة كتبت ديسمبر وعملتها بلون واحد بس عشان ما يصير في عجقة الوان حوالان الرزنامة رسمت رسمات بسيطة لأدوات الحياكة وكرات الصوف ورح ألوانهم بألوان الباستل اللي اخترتهم واخيرا كتبت ايام الاسبوع على الرزنامة وهك خلصنا الرزنامة وبعديها رح اعمل مربع على القولز هذا الشهر تقريبا ما عندي اهداف وهذا في الوحيد اني اكمل الاشياء اللي كنت بأسجلها من شهر يناير وعملت خانة لفيديوهات اليوتيوب وكتير متحمسة لفيديوهات هذا الشهر رح يكون فيه تخطط للسنة الجديدة ورح نعمل جولة في جيرنال 2021 فكتير متحمسة لها دول الفيديوهات هلأ رح ننتقل لصفحة المود تراكر يمكن هذا ألطف مود تراكر عملته هاي السنة كتبت العنوان بألوان الباستل وكتبت تحتي تراكر بالألم الاسود العادي وبالنسبة للمود تراكر رح ارسم شخصية القناة مرة تانية ورح ألبسها بلوزة صوف وهاي البلوزة رح تكون هي المود تراكر عملت البلوزة مخططة ورسمت جواتها أشكال بسيطة زي معين وثلاث وقلوب حب وبعدها رقمت هاي الأشكال الصغيرة وكل يوم رح ألون الشكل حسب مزاجي وبالآخر حتصير البلوزة ملونة حسب مزاجي خلال الشهر عملت إطار للصفحة ولونت الأجزاء بالرسمة اللي ما إلها دخل بالمود تراكر الصفحة الأبل الأخيرة هي صفحة الهبتس أو زي ما أنا كتبتها صفحة الهببس هذا الشهر غلطتي كتير بالكتابة بس صلحت أغلب الأخطاء وتقريبا ما حدا شافهم ما رح أتبع هذا الشهر غير ثلاث عادات أو هبتس لإني مش فاضي أولاً وتانياً حاب أحاول أرتاح شوي قبل ما تبدأ السنة الجديدة لو أنت الكالندرز من جوة وهون غلطت وزدت يوم في الكالندرز المهم حتبع كل عادة وحرسم X فوق كل مربع بخص اليوم اللي بعمل فيه العادة تحت الهبتس رح أعمل قائمة صغيرة رح أكتب عليها الأشياء اللي حاب أعملها قبل ما تبدأ سنة 2022 مثل إني أنظف اللابتوب وأنظف تليفوني وأغير الناس اللي بتابعهم أشياء مثل هيك بحب أعملها كل سنة وهيك وصلنا لآخر سبريدو هو التخطيط الأسبوعي لأول أسبوع في الشهر طبعاً أول أسبوع فيه أربع أيام والأسبوع الثاني سبع أيام فقررت إني أدمجهم مع بعض وأعمل داتش دور كل جانب من الداتش دور رح يكون فيه ست أيام وهيك بصير عنا 12 يوم واحد منهم رح يكون عبارة عن تو دو لست أسبوعي كتبت الأيام بألوان الباستل وعملت ظل للسنة دي بنفس اللون بعدها عملت حدود للداتش دور بالألوان وقصت محل الداتش دور وأخيراً أضفت رسومات هذا الشهر البسيطة في كل فراغ بين كل سندوقين وهيك خلصنا تخطيط هذا الثيم بس بطمنا تكونوا استمتعتوا بالفيديو بالنسبة إلي حبيت الثيم هذا الشهر كتير وأتمنى إنكم تكونوا كما حبيتوا فاستنى أشوف تطبيقاتكم عملت الثيم سهل عشانكم فلا تترنددوا إنكم تطبقوا وتبعتوا لي مثل دائماً لا تنسوا تعملوا لايك وتابعوني على الإنستغرام وبشوفكم الفيديو الجاي باي